كذر الوازع الديني عندي لكن إن شاء الله نتوفيق من الله ترى هو رب يدل لك أحيانا وهذه التجارة هم للتلفون الدك سلام عليكم السلام قال معك فلان من فلان ألفلاني أسرتهم من أشهر الأسر في القريج ما إذ حاضري قلت أنت قال أنا رفيتك فلان أبو فلان وتجيني في المستشفى العسكري يامقى المستشفى العسكري يعني طرع على بالي برضه إنها حوالها مية سنة ليه قلت له ونهتاقر كان رح في المستشفى الخاص العسكري إذر العسكري فيه دكتور قلب يتوسطول حتى كبار تجار السعودية يروحون عنده العسكري في جدة رحت الرجال وروح أخذ له هدية تسألني ذا الحيل قلت وش أخذ له تدري خلني أخذ له قرآن وأخذ له قرآن وأخذ له طييم ما ديش خذيت معي وأرح أبغى زاولة هو منوم قال تعالي المنوم تعال زرني أنا تعالي أبغاك في موضوع وابح هزوهي بك تمرع له في الدب مدري ويام قال العسكري والله يا فسعود يام قال العسكري قلت عالي محتاج حاجة المسكين خلني أروح لله والله العظيم لله بالله حتى من أول أقول لو أني أعرف أنك الحديقي ولا يا هديتي تعاملي معك غير وأول تحسف منه يا ما أنصح قال الله لأخلك يا مقبلت على الجناح حق الرجال هم من الجناح ما بجناح الفقي هم من الأجنح يعرفون أنه الناس اللي يقول العسكري أجنحان خاصة هم اللي من يما قبلت على السيب حقه الورود اللي تجي والهدايا وللحركة وللعرب آه هي بغرفنا حنا يا المساكين لا لك اللي لا تنوم باين الله أكبر دخلت عند الرجال أول ما دخلت هم اللي عنده رجل يعني يعتبر في رجالات الدولة في الغربية رقم أربعة ولا رقم ثلاثة ما شاء الله يزاورونه دخلت والدرى شاف وجهي وقلت أنا من اليوم شفته وفهمت الوضع وقمت أتذكر يا ما قول لا ضيع حلالك لا ضيع حلالك يأخذنا الرجال مالك أصح من عقل أصح قال ما أنا بدوي بدوي حفظ حقه يا ما تكلم عليه وانصحه جلست يا مراوح الرجال قال لا عرفتني الآن وقلت والله قال أنا فلان بن فلان بن فلان من فلان اللي عن أسواقنا في مكة في المكان الفلاني وعن أسواقي في جدة في المكان الفلاني وعن عمايري في شارع فلسطين 18 عمارة تجارية وعان عندي وعان عندي وعان عندي وعان عندي وانا والله ارتحت لك وانا الآن مريض معي القلب وانا بغاك تشتغل معي وابغا وكلك عليه في شغلي الرجل هذا معدودي يطيل عليكم دخلت معه في شغل طبعا علمته وقعد يضحك عليه فترة قلت تذكر يا ما أن ينصحك ترى كنت أجري مجيتني لكن ما زانت تجارتك اللي يمن الصحتك يضحك لي ولولا أنا صايحك أنا اضحك علي يضحك الله اللي جابه قلي اشتغلت مع الرجل هذا واول صفقة مع الرجل هذا طلع عليه فيها ثمان مئة الف اللي شاريت بها أرضي بنيت بها في جدة ما شاء الله والله الذي لا إله إله وأكبر دلالة يمكن أول دلالة ذيك ليها مستلمة في المكتب بسبب هذا الرجل واني أول هنا يا أخواني ان هي امتركت الخمسة والسبعين وقلت كلمت الحق وأنا مزكي نفسي لكن توفيق الله ومات الله يعفو عنه وهذاك مات الله يعفو عنهم ويسترنا وانتوا بستره طراه من تركه شيء لله عوض الله بخير منه أنت لا تجرت تلحيم مع أكبر تاجر في السعودية قالوا لكل ناس وستماسرة إن شاء الله إنك كسبان تاجر الفلاني هذا تاجر اللي تاجر معه كسبان فما بالك إذا تجرت مع ملك الملوك جل وعلا بشير والله بالخير بشير والله بالخير أبو علي عندك تعليق من أول والله طال عمرك حطيتنا في موضوع ما أدري وللنشر لكن للفايدة زي ما ذكر بنا أختين وزي ما ذكرت وأنا قريب من الموضوع هذا